موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على البيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قوانين القيادة 21 قانون لا يقبل الجدل في القيادة يتبعها وسوف يتبعك الناس بإذن الله اليوم حديثا عن قانون الارتباط القادة يمسون القلوب أولا قبل أن يطلبوا يد المساعدة فالقائد يمس قلبك قبل أن يطلب يدك قبل ما يطلب إيدك قانون الارتباط اليوم تشوف أنك مرتبط أو ليس مرتبط قانون صعب لأن كثير من القادة يكونوا تنفيذيين عمليين بيركزوا على النتائج في طريقة من تحليل الشخصيات ونموذج شهير ونموذج عالمي اسمه نموذج ديسك ونظرية ديسك لتحليل الشخصيات بتركز على أربع عناصر دي آي و اس و سي عشان كده سموه نموذج ديسك الدي اللي سموها الدرايب اللي بيركز دايما على الانقياد نحو النتائج الهيمنة فغالبا هذه يعني بتصف الناس اللي عندهم نزعة قيادية تركيزهم على النتائج على الانجاز لأن الناس تنفيذيين ناس عمليين فلذلك تلاقيهم منهم هم ممكن تركيزهم على النتائج يطغى على علاقاتهم الإنسانية ولذلك تجد أن هذا القانون صعب التنفيذ والتعايش معه بالنسبة لكثير من القادة ليه؟ يهموا الانجاز يهموا النتائج يهموا العمل يهموا التحقيق الهداف يهموا المعايير فأوقات كثيرة هذه المسألة تطغى على حساب البشر وعشان كذا كثير من القادة بيجدوا صعوبة بالغة في تطبيق والتعايش مع قانون الارتباط القيادة علاقات ولازم تفهم المسألة هذه وتستوعبها ما في قائد لوحده القائد معه ناس بتتبعه اللي ماشي وما في أحد بيتبعه هذا إنسان في نزهه هو طالع بيتمشه العلامة أنه هل في ناس بتتبعك فالمسألة هذه علاقات ما في حاجة اسمها فردية اللي يفضل العمل الفردي العمل المنعزل الأمور الحرفية الأمور اليدوية غالبا هو لا يمارس القيادة ولكن يجب أن يستوعب القائد إن المسألة علاقات ومن يخالط الناس ويصبر على أداهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمسألة العلاقات مهمة ولازم تستوعب فيها قضية الناس لن تمشي معك لن تسير معك إن لم تتماشى معك الناس لن تمشي معك إن لم تتماشى معك كلنا نعرف الموقف اللي يكون فيه إنسان سهل العمل معه صعب التعايش معه على المدى الطويل بمعنى هل تعرف ناس سهل تشتغل معهم لكن مستحيل تأخذ إجازة وياهم تقول لا 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 هذا الإنسان حدي معه لنهاية الدوام بعد ما نطلع من العمل لا هو من طريق وأنا من طريق لأنه ما أتعايش معه بشكل شخصي هذه العينة من الناس بنواجهها كثيرا إنسان تقدر أنك أنت تشتغل معه لكن ما تقدر أنك أنت تأخذ إجازة تأخذ رحلة أنا أسألك سؤال إذا كان في أحد مثلا يسمعني الآن ويفكر في دائرة علاقاته هل في إنسان تجد أنه أنت يا راجل شبه مستحيل تأخذ معه إجازة طويلة أو رحلة طويلة تروح معه طريق سفر تروح معه في سفرة أو في رحلة تقول لا 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 الإنسان هذا استحالة أنه أنا أسافر معه كم واحد منكم يعرف أحد من هذه النوعية كذا لو تعطيني إشارة كذا أرفع إيدك بس أنت بتتابع تفاعل معي أنه في سؤال داني هل في أحد من هذه النوعية حواليك جالس جنبك مثلا طبعا إذا جالس جنبك لا تأشر هذا سؤال آي كيو سؤال ذكاء بمعنى إنه إذا في أحد لا ترفع إيدك وبلش فضايح وخلي الطابق مستور سنبوصل للرسالة ناس نعمل معهم ولكن لا نستطيع أن نتعايش معهم تقدر تنجز المهمة والقضية المشروع الهدف ولكن حياة إنك أنت تعيش معهم هذه مسألة صعبة القائد إن وجد أتباعه صعوبة في التعايش معه وإنهم هم يتماشوا معه ما راح يمشوا معه ويتبعوه على المدى الطويل فالقادة يفهمون أنه يجب أن تمس القلب أولا قبل أن تطلب اليد لازم تمس القلب قبل أن تطلب اليد وهذا مرتبط بالمستوى الثاني من القيادة لما شرحنا في قانون التأثير مستويات القيادة الخمسة وقلنا أول مستوى كان المنصب المستوى الثاني كان القبول يتبعك الناس لأنهم يحبونك متعايشين معاك ليس لسبب المنصب والمسمى الوظيفي لا لا لأنهم هم يقبلونك كإنسان ففي ارتباط كبير جدا بين قانون اليوم قانون الارتباط والمستوى الثاني من مستويات التأثير القبول قبول الناس لك وحقيقة القبول هذه نعمة عظيمة من رب العالمين إذا الله سبحانه وتعالى حب إنسان حب عبد وضع له القبول في الأرض إن الله إذا أحب عبد النادى مناد في السماء أن الله قد أحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم ينادي مناد في الأرض أن الله قد أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض فالقبول هذا من أمارات رضا الله سبحانه وتعالى وهذه نعمة عظيمة اللهم أن نسألك القبول دائما وهذه من العلامات الجميلة إذا شفتها في إنسان وفي عبد أعرف أنه الله راضي عنه ويذكرني هذا الموضوع ببعض المواقف مثلا أكون في مصعد ويدخل علي إنسان متجهم عبوس وجهه كده عبوسا قمطريرة تحس أنه طاقة سلبية دخلت عليك أقول بيني وبين نفسي الحمد لله إنه هو موساكم معنا الحمد لله إنه هو مو شغال معنا وأستنى متى المصعد إنه هو يوصل في ناس ما عرف إذا تعرف هذه النوعية من البشر عندها طاقة سلبية حتى نظراته حتى إيماءاته حتى تعابيره طريقة كده أنت في نفسك كده في قرات نفسك تقول الله يبعدني عنه الله يعطينا خيره وكفينا شره ومستحيل إنك إنت تفكر تقول لو هذا شغال معايا في نفس الشركة ولا هذا ساكن معنا في نفس العمارة ولا هذا واحد من أهل بيتي يا راجل مصيبة فكلنا بنمر بمواقف زي كده بنشوف ناس عندهم صعوبة في هذا التعايش ومسألة القبول فيذكرني هذا أيضا بأنه عندنا واحد من الكورسات المهمة كورس النجاح في التأثير موجود على المنصة في الأكاديمية كورس متكامل في مسألة التأثير والنجاح في التأثير ونعتبر كورس النجاح في التأثير كورس قيادة ناعمة لما نقول soft skills soft leadership لأنه لما نشرح المهارات الناعمة والمواضيع الناعمة وفيه المواضيع التكنيكل المواضيع الصلبة المواضيع الصلبة اللي فيها أمور مهارية لما نجي نتكلم على التخطيط الاستراتيجي مثلا أو إدارة المشاريع الـ PMP أنت بتتكلم على حاجة صلبة مهارة صلبة أنه كيف يكون مثلا إدارة مشاريع PMP لكن القدرة على التأثير والإنفلونس هذه من المهارات الناعمة فكورس النجاح في التأثير هو كورس قيادة ناعمة soft leadership اللي هي المهارات الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يريد أن يكون مؤثرا وفيه عشرة صفات تختصر في نموذج اسمه انفلونسر المؤثر تقدر ترجع للكورس الموجود على منصتنا وحتلاقي أنه فيه تفصيل كبير جدا في صفات الشخص المؤثر وكيف تصبح شخصا ذات أثير التواصل مسؤولية القائد وليس مسؤولية الأتباع في بعض القادة يقول لك طب هما ما بيتواصلوا معايا أو ما بيتواصلوا مع بعض التواصل في المنظمة في الفريق في الشركة في العائلة مسؤولية القائد فهو يتواصل معهم ويشجع التواصل البيني بينهم بين بعض لا ينتظر أنهم يكون عندهم تواصل إيجابي بل هو يجب أن يشجعوا ولا ينتظرهم هم لياتوا ليتواصلوا معه هو اللي بيبادر بهذه المسألة أذكر مرة في شركة دي اتشال عندهم فرع هنا عند المطار ومرة كنت بستلم طلبية ورحت وعندهم مركز كبير وبتلاقي فيه طروت كثيرة وصناديق كثيرة وبوكسز كثيرة وشحنات رايحة وشحنات جاية وفيه السيارة اللي بتشيل زي المقطورة كأنه قطار صغير كذا اللي بتشيل العربات اللي عليها الطرود وبتتحرك تلاقي الكونتينرات أو الطرود أو البوكسز هذه أو الشحنات موجودة وثابتة في مكانها على ألواح على مثلا يكون تحتها مثلا زي المقطورة الصغيرة تنتظر إن واحد يحركها لكن الشخص اللي بيقود هذه العربة اللي كأنما كأنما هي زي القطار الصغير هي عربة جر هذه البضائع أو هذه البوكسز أو الطرود أو الشحنات هو اللي قاعد يتنقل وليست الطرود والشحنات هي اللي بتدور عليه فهو اللي بيروح بينهم ويطوف بينهم وهو اللي مسؤوليته إنه يدور عليهم هو اللي بيقودهم هو اللي بيوجههم هو اللي بيأخدهم لمكانهم الصحيح وللسناديق بتكون جالسة مكانها وفي بعض الأوقات لما يأتي اللي بيقود هذه العربة مثلا بسرعة ويصطدم بالسناديق بيصير فيه استضام بيصير فيه ارتطام هذا ليس معناه انه سار فيه connection وارتباط لازم انه هو يهدي وينزل وفيه عندهم زي المسمار الكبير وطريقة يعني لازم يشبك يشبك هذه المقطورة الصغيرة يشبكها معاه يسير فيه connection وارتباط مش انه هو يجيب سرعة ويرقع فيها ويصطدم فيها ويخبط فيها وخلاص سار الارتباط ليش بقول الكلام ده مش معناه انه انت كقائد اصطدمت مع الناس معناه انه سار فيه ارتباط بمعنى عملنا اجتماع خلاص عملنا meeting انت اصطدمت معهم في هذا ال meeting معناه انه خلاص انت كده ارتبطت معهم لا ليس بالضرورة الصدام معهم في اجتماع الصدام معهم في meeting معناه انه سار ارتباط حقيقي نحن بنتكلم هنا انه عشان يكون في ارتباط حقيقي هذه مسؤولية للقائد وليس كل مواجهة كل استضام كل يعني لقاء زي ما قلت لك انه هذه العربة الصغيرة مش مجرد انه ارتطمت بهذه المقتورة معنى انه صار فيه الارتباط لازم فيه هدوء ولازم يسير فيه هذا الربط القائد بفهم هذه المسألة لازم انه يكون عنده هدوء ويسعى الى بناء هذا الارتباط ويمس القلب اولا قبل ان يطلب منهم يد العون ويد المساعدة والتنفيذ والتطبيق العملي وعشان كده في مقولة اؤمن فيها بتقول لا يمكنك دفع الناس الى العمل ما لم تحركهم اولا بالعاطفة القلب يأتي قبل الرأس القدرة على التواصل مع الناس امر ضروري لقيادة قوية فالسؤال الان يا ترى كيف كيف استطيع التواصل مع الناس والارتباط معهم لأؤثر فيهم حاطيك بعض النصائح في كيفيات مهمة للتواصل الفعال مع الناس اتمنى انك انت تسجلها وتحطها كنقاط وكتقدر ترجع لها بعد كده وتشوف وتقيم نفسك فيها اول نقطة حاب انه انا اقولها ارتبط بنفسك اولا التواصل والارتباط مع نفسك لا تتوقع انه انت ستكون قادر على التواصل مع العالم الخارجي ان لم تستطع التواصل مع العالم الداخلي اذا ما في ارتباط وتواصل بينك وبين نفسك ما راح يكون في ارتباط مع الناس اللي من حولك هذه القضية يدرسوها بشكل كبير فيما يعرف بالذكاء العاطف الاموشن الانتليجنس ذو الذكاء العاطف الذين يستطيعون التواصل مع انفسهم بذكاء عندهم قدرة رائعة على التواصل مع من حولهم مع الناس ومع الآخرين بذكاء اثنين تواصل بانفتاح وبصدق شاركهم بانفتاح وبمصداقية هذا راح يؤدي الى ثقة غير عادية لما تكون دائما كتوم لما تكون دائما لا يمكن التنبؤ بمشاعرك بأحاسيسك ودائما بتخبي هذا بيخلي الناس تتوجس خيفة فانت بتكفل وهم لا شعوريا ايضا كمان بيكفلوا الانفتاح بيعطي طمأنينة وبيعطي ثقة فالناس ايضا بتبدأ تفتح قلوبها لك لا تتوقع انه انت تكون دائما منغلق وانه الناس حتبادلك بانفتاح المسألة هذه عملية تبادلية فاذا انت بادرت فيها وكنت متواصل بانفتاح وبمصداقية حيكون عندهم ثقهم ايضا ليتواصلوا معك بانفتاح وبمصداقية ثلاثة جسد رسالتك عش رسالتك انصحك هنا نصيحة كن مرشد سياحي ولا تكون وكيل سياحة وسفر وكيل السياحة والسفر بينصح الناس برحلات بعطلات باجازات هو جالس في المكتب مكتب السياحة والسفر يقولوا والله انه هذه البلد يمدحوها هذه البلد مثلا بتقدم عروضه الآن جيدة لكنه في مكانه ما بيخرج من مكتب السياحة والسفر فهو قاعد ينصح الناس باشياء بس هو ما شافها ولا عاشها بعكس المرشد السياحي لمن بياخذك في الرحلة بيقولك انا مريت من هنا وانا رحت من هنا ويشرح لك هنا وبيعطيك التفاصيل لانه عاشت تجربة فاذا ردت ان تسلك دربا فاسأل العائدين منه هو سلك هذا الدرب قبل كده وهذا مرتبط بشكل كبير بقانون سبق وذكرنا قبل كده قانون الملاحة فالقائد الملاح بياخذ الناس معاه في الرحلة ويعيش معاهم الرحلة مش ان هو بيعطيهم تعليمات ويقول لهم روحوا اتصرفوا وانا مش معاكم القائد الملاح بينزل معاهم بيكون معاهم يدا بيد وعاش معاهم التفاصيل وسلك هذا الدرب وسلك هذه الرحلة قبل كده عشان كده بقول انت عيش الرسالة لا تطلب من الناس اشياء انت ما عشتها ما طبكتها فجسد الرسالة وعيش الرسالة لتكون شخصا مؤثرا فبيتأثروا بكلامك ويتعايشوا معا اربعة اعرف جمهورك بمعنى اعرف ناسك لن تستطيع التأثير فيهم ان لم تعرف مفاتيحهم لازم تعرف مفاتيح الناس عشان كده القائد يسير ببطء وفي بعض الوقات ببطء شديد وسط الحشد هو وسط الناس وسط الرعية اللي معاه وسط اتباعه بيمشي بينهم ببطء يتفقد احوالهم يتفقد احوال الرعية وبيشوف الناس وبيشوف تفاصيل حياتهم فهو لا يسرع الخطأ مشيا من بحيث انه هو تفوت عليه اشياء كثيرة لا لا بيوقف بيتماعن بيتفحص بيلاحظ بيلاحظ اشياء كثيرة بيلاحظ نقاط قوتهم هم اقوية في ايه بيلاحظ نقاط ضعفهم هم ضعاف في ايه بيلاحظ شخصياتهم وكيف انهم بيتفاعلوا مع بعض بيلاحظ اهدافهم تطلعاتهم الشغف اللي عندهم بيلاحظ حتى قيمهم رسالتهم بيلقي بال لكل هذه التفاصيل فهو بيتفحص الناس ويسير ببطء وسطهم عشان يقدر ان هو يعرفهم فيعرف مفاتيحهم ليؤثر فيهم خمسة تفهم موقف الاخرين تواصل على مستواهم وليس على مستواك انت لا تصعب المسألة على الناس خليك بسيط معهم وانزل لمستواهم خاطب الناس على قدر عقولهم فضع الحلوة في الرفوف السفلة تلاقي زي مثلا بعض الامهات لمن يخبوا الحلوة مثلا الحلويات وحطوها في الرفوف العالي عشان الاطفال لا يوصلوا لها فبعض القادة لمن يتعاملوا مع اللي معاهم من رعية ومن ناس ومن فريق بيصعبوا عليهم الحاجات الحلوة ويخلوها بعيدة لا لا على العكس خليها في الرفوف السفلة خلي الناس تنبسط خلي الناس انها تستمتع وارجوك لا تحاول تكون اكاديمي دائما معهم لان الاكاديمي ياخد البسيط ويصعبه ويكالكال ويخلي صعب الفهم خليك متواصل مؤثر المتواصل المؤثر ياخد الصعب ويبسطوا ويسهلوا على الناس عشان يقدروا يستوعبوه ستة ركز عليهم وليس على نفسك ولما نقول عليهم على شغلتين على الرسالة وعلى الناس فاعطي نفسك بشكل كامل للرسالة وللناس لا يكون تركيزك ومحور اهتمامك انك انت تكون محور الكون يا اخر حبة يلي ما في منك يلي ما في زيك يا مركز الكون اللي هو الشمس والكل الكواكب بتلف حواليك انسى العقلية هذي والتفكير انه تكون انت محور العالم لا لا خلي تركيزك دائما عليهم على مين عليهم مين اللي اقصدوا عليهم الرسالة وبالناس وخلي ايمانك دائما فيهم لانه ايمان في رؤية بلا ناس انه عندك رؤية مؤمن فيها بس انت من انت مؤمن في الناس حيكون عندك رؤية فردية خاصة فيك انت رؤية ذاتية رؤية حقتك انت لمؤمن فيها ومقتنع فيها لكن ما في احد معاك وهذا خلاف تعريف القيادة اللي اصلنا له في الحلقة الاولى طيب عندك ايمان في الناس بلا ايمان في الرؤية هتكون هنا عندك علاقات رائعة وعلاقات ممتازة بس المشكلة ستظل مكانك سر محلك سر ما في اي تقدم ما في اي انجاز ما في اي تحرك قاعدين مع بعض وبنحب بعض وبنسولف مع بعض ومرتاحين مع بعض حبوا بعض بوسوا بعض خليكم حلوين مع بعض طيبين لكن ما في انجاز اسمعوا قعاقاتا ولا ارى طحنا ما في تحرك فنحتاج انه نؤمن في الاثنين في الناس وفي الرسالة خلي عندنا رسالة الناس مؤمنة فيها بتلاقي انه عندها الرغبة للكفاح من اجل الوصول اليها فلم تعد انها رؤية ذاتية وفردية وخاصة فيها انا فقط بل رؤية كمان هم شايفين نفسهم فيها فانه اؤمن في الرؤية ورسالة واؤمن في الناس سبعة امن بهم من قلب مقولة اثرت فيه وعجبتني بتقول جميل ان يثق الناس في القائد لكن الاجمل ان يثق القائد في الناس امن بهم ثمانية شاركهم كيف غيرتك الرسالة وحكي لهم حكايات كيف انه هذه الرسالة اللي انت مؤمن فيها اثرت في حياتك بشكل ايجابي قل لهم على التغييرات الحلوة اللي صارت معاك قل لهم على النتائج الايجابية اللي حصلت لك كيف انه رسالتك غيرتك كيف انه رؤيتك الهمتك الهمهم بهذا الكلام هذا رح يأثر فيهم لما انت تبدأ تحكي لهم المواقف والنتائج الايجابية اللي حصلت نتيجة لإيمانك في هذه الرسالة لإيمانك في هذه الرؤية حتدف فيهم الحماسة وتعطيهم الدافعية والإلهام فإنت حتكون ملهم لهم بتجاربك الإيجابية فشاركهم بكل الحاجات الحلوة اللي حصلت لك نتيجة سعيك نحو هذه الرسالة وهذا الهدف وهذا القول اللي نحن حطينه وهذه الرؤية اللي نسعى لتحقيقها أعطيهم الاتجاه والأمل قدم لهم التوجيه وأعطيهم الأمل ببكرة أحلى وأنه لسه اللي جاي أحلى فإنت رح تقدم لهم شغلتين توجيه اتجاه وأمل في بكرة أحلى لا تتوقف أبداً عنك أنت باستمرار تعطيهم التوجيه وتعطيهم الأمل يسألني واحد مرة أنت إيش بالضبط أقول لهم I'm a dealer of hope تاجر أمل أنه أنا بحاول قدر المستطاع أنه أنا أوصل الأمل للناس فبيقول لي إيش هذا أنت بياع الأمل قلت له ما أكون أحسن منه أنه أكون بياع الخيبة بياع الإحباط بياع السلبية فأقول له دائماً كن سفيراً للأمل في عالم تسوده السلبية لا تفقد أحدهم الأمل فربما يكون هو كل ما يملك ممكن يكون هذا الشيء اللي هو عايش عشانه وعايش عليه شجع الناس حفز الناس خليك ملهم خليك dealer of hope أنه أنت شغلتك أنك أنت توصل الأمل والدافعية للناس وسبحان الله بيصير عندك تأثير زي حامل المسك أنه أنت بتعطي الناس الأمل وهذا بيعطيك أنه أنت كمان الأمل والدافعية لأنه من أجمل تعويضات الحياة أنه مستحيل أنه إحنا نساعد الآخرين من غير ما إحنا بنساعد أنفسنا في نفس الوقت وحابة استشهد بقصة مؤثرة ذات علاقة بقانون الارتباط من مادتنا في قوانين القيادة هذه المادة اللي موجودة في النادي الفكري اللي منضمين معنا المادة العلمية فيها تطبيقات وأسئلة وخطوات عملية للتنفيذ في قصة ذات ارتباط بموضوع قانون الارتباط حلو قصة ذات ارتباط بقانون الارتباط خلينا أقرار لكم القصة في يوم ميلاد رئيس شركة ساوث ويست الخطوط الجوية في عام 1994 ساوث ويست من أشهر الخطوط الطيران في أمريكا ظهرت صفحة إعلانات كاملة في صحيفة يو اس تو دي الموظفين دفعوا هم قيمة هذا الإعلان صفحة كاملة من عندهم ليس من ميزانية الشركة وإنما الموظفين نفسهم يعني زي ما يقولوا جمعوا القطة وساهموا وشاركوا إنهم هم يدفعوا قيمة هذا الإعلان صفحة كاملة إعلان ربع صفحة في جريدة زي يو اس تو دي بيكون غالي جدا نصف صفحة بيكون غالي غالي صفحة كاملة في جريدة يو اس اي تو دي بيكون قيمة الإعلان غالية جدا من اللي تكفل بقيمتها الموظفين هم وساهموا أخذوا صفحة كاملة وبعتوا بالرسالة التالية إلى هيرب كيلر الرئيس التنفيدي للشركة إيش كتبوا في هذه الرسالة الموجهة للرئيس التنفيدي شكرا هيرب لتذكرك كل اسم من أسمائنا لدعمك رونالد مكدونالد هاوس لمساعدتك لنا في تحميل الحقائب في عيد الشكر كان بيشيل معهم الشنط ونازل يشيل معهم بدراء لمنحك كل شخص منا قبلة وحطوا بين قوسين ونحن نعني الجميع ما كانت مجازة إنه كل واحد أتباس كل واحد أخذ قبلة لإنصاتك إلينا لإدارتك شركة الطيران الكبيرة الوحيدة الرابحة في حين كثير من الشركات كانت بتخسر ساوت ويست أيرلاينز كانت بتحقق أرباح لغنائك في حفل العطلة لغنائك مرة واحدة على الأقل لنا في كل عام لسماحك لنا بارتداء السراويل القصيرة الشورتات والأحذية الخفيفة في العمل للعبك الغولف معنا لتغلبك على سام دونالسون في التحدث لقيادتك دراجتك الهارلي ديفيدسون إلى داخل مقر الشركة تحسوا رئيس كول كذا لكونك صديقا وليس فقط رئيسا عيد ميلاد سعيد من كل واحد من موظفيك الستة عشر ألفا ستة عشر ألف موظف اجتمعوا عشان يوجهولوا هذه الرسالة هذا هو قانون الارتباط اللي بنتكلم عنه أحد أهم قوانيا القيادة وتعلي هنا ودنا مع نهاية حديثنا الآن في قانون الارتباط أنه احنا نقيم أنفسنا في ضوء قانون الارتباط فرح أسألك ونك أنت تعطي نفسك علامة من عشرة في كل واحد من هذه المجالات كيف تقيم نفسك في الارتباط في الاتصال مع الناس في التحدث أمام جمهور أو أمام عدد سبيكين أكون أنا قدام ناس أطلع على منبر أو أطلع مثلا أقدم بريزنتيشن أو أقدم عرض وأنه أنا أتكلم في قدرتي على الارتباط والتواصل والتأثير من خلال السبيكينج والتحدث هذه حاجة القضية الثانية في الحوارات والمحادثات الوان تو وان يعني مثلا المحادثات الهاتفية الكلام اللي بيكون شخص لشخص راس براس كيف بقدر أنه أنا أكون مؤثر وأرتبط وأتواصل هذه قضية ثانية تقيس نفسك فيها القضية الثالثة الاجتماعات الصغيرة للمجموع الـ group meetings لما يكون في غرفة اجتماعات وبيكون بيننا مثلا جلسة تخطيط ولا عصف ذهني ولا تواصل فالـ group meetings أو الاجتماعات الصغيرة في غرفة الاجتماعات كيف قدرت على التواصل فيها والتأثير والارتباط القضية الرابعة سيناريو لما تكون مع الرؤسة لما أعضاء مجلس إدارة لما يكون مع المدرى ويكون اجتماع مثلا في مسؤولين في الشركة أو في جهة العمل كيف بتقدر انك انت في هذه الاجتماعات انك انت تكون مؤثر وترتبط معهم وتتواصل معهم بشكل جيد قيم نفسك في واحد من هذه السيناريوات الأربعة في كل واحد منها أعطي نفسك علامة من عشرة ونشوف في التورة كيف قدرتك على الارتباط والتأثير وباقي أيضا تقيم نفسك من عشرة في هذه الجملة عندما أكون في موقف قيادة جديد لما أتقلد منصب قيادي أو مسؤولية جديدة أول شيء أقوم به أول حاجة تعملها أحاول صنع ارتباط إيجابي مع الأشخاص والأفراد المعنيين مع الفريق ومع التيم اللي موجود فأنا نصبت على مجموعة أعطيت منصب أو مسؤولية على جماعة وأنه أنا صرت مشرف عليهم أنا القائد عليهم فكل ما يجيني مسؤولية قيادية جديدة أول حاجة أعملها أتواصل مع الناس أمس قلوبهم بالبداية حاول التأثير عليهم والارتباط معهم وتكون هذه الخطوة الأولى اللي أعملها يا تورا كم تعطي نفسك من عشرة في هذه العبارة عبارة أخرى أريدك أيضا أن تقيم نفسك فيها من عشرة أعرف الكثير عن آمال أحلام طموحات أهداف الأفراد الذين أقودهم هل تعرف اللي في قلوبهم هل عارف عن شخصيتهم هل عارف عن تطلعاتهم أم لا كم تعطي نفسك من عشرة عبارة أخرى قيم نفسك فيها أيضا أتجنب مطالبة الموظفين بمساعدتي في إنجاز أهدافي رسالتي رؤيتي قبل أن أوطد العلاقة معهم على الصعيد الشخصي أن أزود العلاقة بحيث أنها تتجاوز حدود علاقة العمل المهنية فقط بمعنى أن العمل ممكن بيفرض علينا طريقة التواصل أنا ما أكتفي بها أنا أخلي التواصل إلى لفل أعلى ومستوى أعلى فأقوي هذه العلاقة أوطد هذه العلاقة أو هذا الارتباط ومن ثم من بعدها أطلب منهم مساعدتي في تحقيق الرؤية والأهداف والمنجزات اللي نسعى لتحقيقها يترى كم تعطي نفسك على أم من عشر تطبيق قانون الارتباط في حياتك واحد ما الذي يعني لك كلمة الارتباط بنفسك الذكاء العاطفي ببساطة معرفة وحب شخصيتك فأطلب منك أنك أن تبدأ بقياس مستوى وعيك لذاتك وتجاوب على هذه الأسئلة التالية كيف توصف شخصيتك ما هي أعظم نقاط قوة في شخصيتك ما أعظم نقاط الضعف في شخصيتك إيش أكبر مصادر قوتك ومواهبك ويترى ما هي أكبر عيوبك ما مدى براعتك في الارتباط بالآخرين أعطي نفسك علامة من عشرة ما مدى براعتك في التواصل والتأثير في الآخرين لو تعطي نفسك علامة من عشرة وكم أنا محبوب أعطي نفسك علامة من عشرة هذه من الأشياء التي ستساعدك أن تتقيم نفسك في مسألة الارتباط من نفسك أولا لتستطيع الاتصال والارتباط مع الآخرين ثانيا اثنين تعلم السير ببطء بين الحشود عندما تكون بالخارج بين موظفيك أو مساعديك والناس التي تقودهم رعيتك اجعل بناء العلاقات والارتباط أولوية قبل الخوض في أمور العمل قم بالارتباط بهم بشخصياتهم فبالنسبة للأشخاص الذين لا تعرفهم بعد قد يتطلب الموضوع بعض الوقت لكن بالنسبة للأشخاص الذين تعرفهم جيدا خذ بعض الوقت أيضا للارتباط بهم ما ستقول نحن نعرف بعض ما يحتاج لا لا تواصل معهم قد يكلفك هذا بضع دقائق يوميا ولكن العوائد حتكون هائلة جدا في المستقبل وهذا حيخلي بيئة العمل بيئة أكثر إيجابية وأكثر حماسة وأكثر تفاعل ثلاثة القادة الجيدون متواصلون جيدون فعلى مقياس من واحد لعشرة كيف تصنف نفسك كمتحدثة ممن جمهور إذا أعطيت نفسك أي درجة أقل من ثمانية أشتغل على تحسين هذه المهارة أقرأ كتب عن الموضوع التواصل أحضر دورات أو كورسات بنقدم إحنا دورات في مجال الخطابة والإلقاء وإعداد المحاضرين والمدربين أحضر لك برنامج متخصص حيفيدك بشكل غير عادي أحضر دورات تعليمية وأشحد مهاراتك من خلال التدريب على التعليم والتواصل فإذا ما كان عندك فرصة للقيام بهذا في العمل جرب أنك أنت تطوع بمسألة التأثير في الناس بمعنى إذا ما عندك فرصة تعمل محاضرات تلقي لزملائك في العمل في مكان مبيئة العمل عندك ما بتسمح لك أنك أنت تمارس الخطابة والإلقاء دور على أماكن برة تمارس فيها هذه المهارة تشحد فيها هذه المهارة لازم تسقل هذه المهارة على التأثير على التواصل على الإلقاء حتفتح لك أبواب غير عادية ستيف جابز ليس مدربا أو محاضرا لكن من أروع الناس للمن دخل في عالم البرزنتيشنز وعالم الخطابة والإلقاء أخذ فن البرزنتيشنز والعروض إلى آفاق جديدة لما كانت المؤتمرات التقنية بين كل شركات التقنية بتكون مسألة مملة ليس الجميع يهتم بحضورها وكانوا يستعرضوا دائما الخصائص التقنية للمنتجات دخل ستيف جابز في هذا المجال وفي هذا المضمار والميدان فأصبح مؤتمر وملتقى ماك وولد السنوي اللي بيتقدم شركة أبل محط أنظار جميع أهل الدنيا الكل بيترقب هذا الحدث ويترقب ستيف جابز أنه يطلع ويقدم منتجاتهم الجديدة سار الجميع ليس فقط المختصين بل حتى غير المختصين لأنه عنده براعة وقدرة غير عادية على فن التأثير والخطابة والإلقاء وهذا من ما شأنه أنه ساهم في نجاح أبل بالشكل اللي حن نعرفه اليوم هو يستطيع أنه هو بياع هو يستطيع أنه يؤثر هو يستطيع أنه يرتبط مع الناس تابع في اليوتيوب حتلاقي العروض والبرزنتيشنز اللي كان بيقدمها لتجشين المنتجات الجديدة سواء لما كان دشنا الآيبود لأول مرة ولا من دشنا الآيفون لأول مرة ولا الآي تيونز لأول مرة أو أي من منتجات أبل اللي كان مبدع في البرزنتيشن وهو ليس مدربا وهو ليس محاضرا فالبعض ربما أقوله ليش ما تاخد دورات في إعداد المدربين أو الخطابة والإلقاء يقول أنا مش وظيفتي أنه أنا أكون مدرب ومحاضر وقال له يعني ستيف جوبز هي وظيفته حقيقة كانت وظيفته لأنه هو كان لسان الشركة هو المتحدث باسم البراند قدرته على هذا الإيصال صنعت اسم أبل وشهرتها وعلامتها التجارية بالشكل اللي احنا نعرف وبعد ما يلقي البرزنتيشن تبعه يطلع يلقي الخطاب تبعه الناس تصف طوابير يا راجي الأمم تبقى تشتري المنتج اللي هو دشنه في المسرح واللي يتكلم عنه يستطيع أنه لما يتكلم يخلي الناس تشتري فصقل مهارتك على التأثير الإلقاء الخطابة راح تفتح لك أبواب أبعد مما تتخيل فلا تفوتها ولا تهمل هذه المهارة أبدا وإذا حاب أنك أنت تصقل مهارتك في الخطابة في الإلقاء في القيادة في تدريب المجربين في تطوير القائد بداخلك أنصحك بالانضمام معنا في الأكاديمية فيها عدد هائل جدا من الكورسات المصنفة ومبوبة في مجالات كثيرة سواء كان في ريادة الأعمال أو في القيادة أو في التنمية البشرية أو تطوير الذات أو الخطابة والإلقاء حتلاقي ضالتك بإذن الله عندنا كورسات تساعدك أنك أنت تاخد قدرتك على التأثير على الارتباط على التواصل مع الناس على الحديث إلى مستويات أعلى جديدة عندنا برنامج إعداد المدربين والمحاضرين المحترفين يا رب لك الحمد عدد الخريجي منه على مدار السنوات عدد كبير جدا وفتح لهم الموضوع هذا أبواب كثيرة من التأثير والارتباط في من حولهم فأشجعك أنك أنت تنضم معنا الآن من خلال الرابط الموجود في الأسفل حتلاقيه في صندوق الوصف وتقدر أنك أنت تبدأ رحلة تطويرك من الآن وبكده نكون انتهينا من الحديث عن قانون الارتباط القادة يمسون القلوب أولا قبل أن يطلبوا يد المساعدة القائد بيمس قلبك قبل ما يطلب إيدك الحلقة القادمة ستتكلم فيه على قانون مهم قانون الدائرة الداخلية قدرة القائد بتتحدد بواسطة الأشخاص أكثر قربا منه دائرة الداخلية وأنت من تحط نفسك بهم هذا هيكون موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة حتى ألقاكم لكم مني أعطي بالتحيات سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فماني الله سلام اشتركوا في القناة شكرا